نظمت مدرسة الإمام علي بن أبي طالب في الصعيد بمدرية الصلو بمحافظة تعز حفلا كرنفاليا طلابيا إحياء وابتهاجا بمناسبة العيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وفي الحافلة الذي نظم برعاية من السلطة المحلية بمدرية الصلو أشهد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي العميد الركن عبدالجليل غرسان الحمادي أشهد بالدور الذي قدمه أبناء الصلو الأحرار في تلاحمهم ووقوفهم صفا واحدا خلف الجيش الوطني ممثلا باللواء 35 مدرع لدحر الميليشيات الكهنوتية بقيادة شهيد اللواء روكن عدنان الحمادي من جانبه أكد مدير مدرسة تعالي بن أبي طالب محمد عائد زيد بأن الواجب الوطني يفرض على النشأ والشباب الاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وتخليد أبطالها في ذاكرة الأجيال يستلهم منها معاني النضال حاضرا ومشيرا إلى أن هذا الاحتفال يمثل عرفانا ووفاءا وتكريما لأرواح كل الشهداء سبتمبر من المدنيين والعسكريين هذا وقد تخلل الحفلة عددا من الكلمات التي ألقاها عدد من الشخصية العسكرية والأمنية والاجتماعية بمندرية الصلو أكدوا خلالها على أهمية غرس قيام الثورة وحب الوطن في نفوس النشئ والشباب ولقوف جنبا إلى جنب مع شرعية الاستعادة الدولة والنظام الجمهوري كما شهد الحفلة تقديم أناشيد وأغاني وقصائد شعرية وعروض كشفية قدمها أشبال وزهرات مدرستي الإمام علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب عكست مهاراتهم وإبداعاتهم في تجسيد الثوابت الوطنية حضر الحافل قائد جبهة الصر والعقيد الروكن أمين البوريهي والقائم بعمل أمين العام للمجلس المحلي عبد الملك شايف ومدير الشرطة العقيد شهاب الحاج والشيخ عارف اليوسفي وعدد من الشخصية الاجتماعية والقادة العسكريين والأمنيين بالمدرية ومدراء فروع المكاتب التنفيذية ومدراء المدارس وجمع غفير من المواطنين اشتركوا في القناة